بالرغم من ان وزير المالي علي علاوي استخدم وصفا مخففا في التعاطي مع الوضع المزري للمنظومة الكهربائية في العراق الا انه يمكن تلمس كم الفساد الهائل في هذا الملف وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كشف عن 18 ملف فساد جديد في البلاد مشيرا الى انه لو اطلعتم عليها ستصابون بازمة قلبية ربما كان ملف الكهرباء الذي تحدث عنه الوزير علاوي في حوار مع صحيفة جارديانا البريطانية واحدا من هذه الملفات التي تحدث عنها الكاظمي سيما وان علاوي كشف عن صرف 120 مليار دولار على الكهرباء في 7 سنوات ولكن من دون جدوى فمزالت محطات الكهرباء لا تستطيع انتج طاقة كهربائية مستمرة للعراقيين بسبب ما اسمها وزير المالية السياسات الخطئة والاعتماد على الغاز الايراني بدلا من الطاقة الشمسية الرؤية التي قدمها الوزير علي علاوي تعتمد بالاساس على الورقة البيضاء للاصلاح الاقتصادي لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والتي ترى ضرورة عدم الاعتماد على الارادات النفطية فقط بل تعظيم موارد الدولة الاخرى وقال بدرس قاطع لا يمكننا ان نسمح لسبل عيش ملايين العائلات ان تعتمد على تقلبات سوق النفط التي لا يمكن التنبؤ بها ترجمة نانسي قنقر